في غضب ما بين السادة المأذونين المشاخ الكرام اللي بيكتبوا الكتاب أو بيخلصوا الطلاقة بسبب أن في اللايحة بتاعت المأذونين فيها المادة رقم 20 المادة رقم 20 دي بتقول أن أنا كمأذون لازم ألتزم بمحل إقامة الزوجة يعني فيه واحدة ست من أصوان بتتجوز يبقى أنا لازم أجي كمأذون لازم أن أنا اللي أكتب الكتاب بما أن بتقطي الزوجة أصوان يبقى لازم مأذون من أصوان اللي يكتب الكتاب طب هي مقيمة في القاهرة يبقى مأذون من القاهرة ده كان بيتم مأذون من القاهرة اللي بيكتب أو من الجيزة أو في اسكندرية هو اللي بيكتب ولكن اللايحة دلوقتي المادة 20 بتأكد أن لا لازم المأذون التابع لي محل إقامة الزوجة حتى لو فيه طلاق يبقى لازم المأذون اللي في محل إقامة الزوجة الموجود في البطاقة هو اللي يعقد هو اللي يكتب هو اللي يكتب أو يخلص إجراءات الطلاق فهل حقيقة هذا الأمر واضح أنه هو عامل مشكلة عند السادة المأذونين نروح لي الضيف العزيزي لأستاذ إسلام عامر نقيب المأذونين أستاذ إسلام أهلاً وسهلاً بحضرتك إزاك أستاذ عامر؟ الله يسلم حريك الله يخليه جفاً هل الوضع زي ما أنا أريته زي ما أنا فهمته كده ولا مختلف؟ هو كده صح بالزبط بس ده غريب جداً الاختصاص المكاني مختص بإتماء لا 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 هو مختص بعقد الزواج والطلاق الغيبي في غيبة الزوجة والتصادق أما الطلاق الحضوري عشان نفصل بس فده باختيار الزوج والزوجة لمن يوثق الطلاق لما نيجي للمادة عشرين المقصود بيها أولاً أستاذ عامر المفروض ما يبقاش فيه ليحة لأن عدبالة كانت غير مستقرة دستورياً حتى عام 71 فكان عمل المأذون بموجب لائحة اللي هي لائحة المأذونين والموثقين المنتدبين اللي هم الإخوة الزملاء القساوسة موثقي عقل الزواج للإخوة الأقباط في جمهورية مصر العربية اللائحة لغاية النهاردة المفروض ما يبقاش فيه ليحة يبقى فيه قانون لعمل المأذون الشرعي أو الموثق المنتدب وما زلنا حتى الآن العمل بموجب لائحة أما نرجع بقى للمادة عشرين من لائحة المأذونين اللي هو الاختصاص المكاني إذا اختلف محل إقامة الزوجين فالمأذون المختص بإتمام عقد الزواج التي تقيم في دائرته الزوجة يعني إيه؟ حق الزوجة وليس الزوجة اسمح لي نضرب مثالي يعني مثلا فيه دلوقتي بنت من أسوان أسرتها موجودة في القاهرة والعريس من القاهرة وهيكتبوا الكتاب في القاهرة وبطاقتها على أسوان هل اللي يكتب؟ يبقى الاختصاص المكاني لمحل الإقامة الاختصاص المكاني لمحل إقامة الزوجة وقت توثيق العقد طيب وقت توثيق العقد هي مقيمة في القاهرة ولكن بطاقتها أسوان هي حسب محل الإقامة هل يجوز يا أستاذ عمر إن ساعة أو في حين توثيق هذا العقد يجي مقزوم من أسوان أو من لقصر أو من إنا إلى القاهرة لإتمام عقد زواجها لا طبع لمجرد إن عم بس فيبقى محل الإقصاص المكاني وقت توثيق عقد الزوج في محل إقامة وقت العقد طيب فكرة إن كل مقزوم يلتزم بالمنطقة بتاعته يعني أنا والله عايز أجيب مقزوم أنا من الجيزة عايز أجيب مقزوم من القاهرة ما ينفعش أجيب مقزوم من القاهرة يجي يكتب في الجيزة مثلاً أو العكس أو من محافظة المحافظة لا يجوز بموجة بتصريح من المحكمة المختصة وذلك بعد التأكد من خلو الزوجة من الموانع الشرعية والقانونية فجازة لرئيس المحكمة القاضي المختص بدائرة محل إقامة الزوجة إصدار تصريح بانتقال المأذون لإتمام هذا الزواج فيجوز قانوناً ولكن فيما بيننا نحن كمأذونين ممنوع من عمبتن أنا لي منطقة محددة على سبيل المثال ما ينفعش إن أنا أخرج خارج نطاق الاختصاص المكاني لإتمام عقد الزواج يعني أنا مقيم بالأليوبية ما ينفعش إن أنا أم الأليوبية أحرر عقد الزواج تكتب في محافظة تانية في القاهرة مزبوط أو في اسكندرية أو في أقبش في محافظة تانية خارج منطقة اختصاصية منطقة الاختصاصية لأن كل قرية بصها الصعب هي مشكلتنا مشكلة يعني إيه عاوزة تتحلم مع نوزارة أولاً لابد وأن يكون هناك يعني ما بين المأذونين إن إحنا نعمل توازن لأن أنا عندي مأذون بيعمله 8 عقود أو 10 عقود في السنة ليس له مرتب مزبوط ليس له معاش بيقول لحركة أنا والله أنا بيجي لي مثلاً عندي شخصية فلانية بيكلمني وده يكلمني بس هم مش من جوة المنطقة بتاعتي ليه تربطني بالمنطقة بتاعتي بس أنا في النهاية هروح أوصة مزبوط فبتمنعني ليه إن أنا هروح أكتب في مكان تاني بص ليه هو المفروض يعني هو المفروض ولذلك ممكن هي مطالبة بسيطة وبش هتاخد من وزارة العدل حاجة يعني أعمل توازن فيما بين المأذونين يعني أنا عندي مأذون ممكن في القاهرة يعمله ألف عقد في السنة مثلاً وفي مأذون في قرية بيعمله عشر عقد في السنة ده بيتقضى أتعاب وده بيتقضى أتعاب أم جل بتاع القرية لو هفترض إنه هو هياخد ألف جنيه كأتعاب له أثناء توفيق عقد الزواج وبتاع القاهرة بياخد خمسمية أتعاب ليه بتاع القاهرة هتبصها هتلاقيه به يعني عشر تلاف جنيه في السنة ميفتحلوش به بتاع القرية أم جل بتاع القاهرة اللي هو بيعمله ألف عقد ألف عقد في السنة هبص في خمسمية بيعمل مبلغ وقدره طب حضرتك كده يعني فتحته قدامنا نافذة مهمة إن إحنا برضو طيفة المأذونين وحرك نقيب عنهم لا إحنا محتاجين نتواصل إن شاء الله مع وزارة العدل بإذن الله يكون حد منهم الإسبوع ده معنا وحضرتك معنا ونشوف القصة دي إيه عشان يبقى فيه عدل في هذا الأمر فأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا أساسلام عامر رقيب المأذونين